نعم سأحاول أن أشرح الأمر لمشاهديك لا أعرف إلى أي مدى الأمر واضح أنا أوضح لكم عملة داعش هذه العملة عملة داعش أعطاها للرجل اسمه ريدر خليل وهو قائد في قوات سوريا الديمقراطية داعش هي مجموعة لديها أراضي واسعة في العراق وفي سوريا إلى المدى الذي أنشأوا فيه عملتهم الخاصة وهذا يذكرنا إلى أي مدى العالم قد نجح في هزيمة داعش في ساحة الوغا ولكنه يذكرنا أيضا بأن داعش هي منظمة طموح دولة إسلامية حسب بحوثي ودراساتي في المعهد الذي أعمل فيه الآن كزميل في هذا المعهد لدراسات الاستراتيجية وكذلك بناء على خبرة العسكرية فإن الدولة الإسلامية كانت هي الجماعة الإرهابية الأكثر نجاحا وقد طلبت خمس دول مختلفة من العالم وخمس منظمات مختلفة لتقف إزاء داعش من أجل أن تهزيمها ولكن كما ذكرت أنت فإن داعش لازالت قادرة على شن هجمات لازالت بإمكانها أن تقوم بتفجير مركبات والقيام بهجمات صغر وعمليات اغتيال في العراق وفي سوريا وفي أفريقيا في غرب أفريقيا فإن ولايات داعش هناك تقوم بهجوم ضد الجيش النيجيري وتنجح في ذلك وكذلك تنجح في هجمات في جمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا فإذن داعش هي تهديد للعالم بأسره والأمر يتطلب المواجهة سواء في واجهة الحرب من الجيوش بما في ذلك قوات الأمن العراقية والبشمرقة الكردية وقوات سوريا الديمقراطية وكذلك في أفريقيا لدينا دولا ومجموعات جيش لدول أفريقية تستجيب وتحارب داعش